سر الجمال ومستحضرات التجميل في مصر القديمة اعتبر المصريين الكدماء الجمال علامة على القداصة كل ما استخدموه كان له جانب روحي فيه بما في ذلك مستحضرات التجميل وضع كل من الرجال والنساء المكياج كان التجار يتاجرون بالمكياج في كثير من الأحيان خاصة في الطبقات العالية في المقابر تم الأسور على لوحات مستحضرات التجميل مدفونة بالذهب مع المتوفي كسلع جنائزية منما أكد أيضا على فكرة أن مستحضرات التجميل لم تستخدم فقط لأغراض جمالية بل لأغراض سحرية ودينية أيضا فقد كان هناك شكلين رئيسيين لمكياج العيون هما طلاء الجريبوند والكوحل الإسود صنع طلاء العين الخضراء من الملاكيت وهو صبغة كربونات النحاس وقد صنع الكوحل الإسود من الجلينة وهو خام رمادي غامك كما تم استخدام الفحم المصحوك في هذه العملية تم استخدام الكوحل لتبطين العينين وتبين أنه يجلب معه فوائد صحية قوية على شكل وقاية من الأمراض والبق وأشعة الشمس وقد استخدم المصريين الكودماء المكياج كاستخدامات طبية أيضا وقد ابتكر كودماء المصريين علاجا للحروق عن طريق خلط بكعة الخد والشفاه مع النطرون الأحمر والملح الشمالي والعسل ومع ذلك فقد اعتقدوا بقوة أن التأثيرات العلاجية لهذه المستحضرات كانت سحرية وليست طبية والمسير للدهشة أن هناك فوائد بالفعل من أهم هذه الفوائد أن المكياج يحتوي على أملاح الرصاص والتي عند ملماستها للجلد تسبب في إنتاج الجسم المزيد من أكسيد النيتريك من المعروف أن أكسيد النيتريك يقوم البكتيريا المسببة للأمراض لذلك كان المصريين الكودماء أقل أرضا للإصابة بالأمراض أو العدوى وقد كانت هناك ابتكاراتهم الخاصة لصناعة المكياج فقد تم استخدام لوحات التجميل لطحن المكياج فقد كانت أقدم العينات مستطيرة الشكل وتعود إلى 5000 قبل الميلاد اعتمدت اللوحات لاحقا على شكل مستديرة مثل لوحة نرمر وقد كانت لوحة الملك نرمر هي أقدم قطعة من نوعها لها زخارف للملك وهو يضرب أعداء مصر فتوحيد مصر العليا والسفلة بالإضافة إلى تجويف لطحن مستحضرات التجميل مما يجعلها لوحة مزدوجة الغرض تطورت هذه لاحقا إلى ألواح على شكل سمكة ربما اختاروا المصريين الكودماء شكل السمكة لأن السمكة كانت رمزا للبعث والحياة الجديدة كانت اللوحات على شكل سمكة تزين عادة بالأحجار الكريمة للملوك تطورت هذه اللوحات إلى أواني على شكل كرد لحمل الكحر الذي يحمل معاني رمزية عند المصريين الكودماء وقد تم استخدام مستحضرات التجميل في طبقات اجتماعية مختلفة اختلف استخدام مستحضرات التجميل في مصر القديمة اختلافا طفيفا بين الطبقات الاجتماعية حيث كان يضع أفراد الطبق العليا المزيد من المكياج لأن بإمكان الأفراد الأسرياء شراء المزيد من مستحضرات التجميل على الرغم من عدم وجود فرق واضح بين أنماط المكياج للطبق العليا والطبق الأدنى إلا أن النساء النبيلات معروفات بشحوب بشرتهم باستخدام الكريمات والمصاحيك ارتبطت البشرة الداكنة بالطبق الأدنى التي أصبحت صمراء بسبب العمل في الشمس بينما ارتبطت البشرة الشاحبة بالنبلاء بسبب استخدامهم لمستحضرات التجميل وكريمات البشرة وقد اشتهر المصريين الكداماء باستخدام الكحل بين الرجال والنساء وقد كان يرسمون حول عيونهم بأقلام الكحل اعتقادا منهم أنهم يبعدون كوى الشر وفي عصر الملك تحطمس اكتشفت علاجات للتجاعيد ومصاحيك من شمع العسل كمرطبات للبشرة وقد كانت الملكة نيفرتيتي والملكة كولوباترة على اختلاف أسرتهما وقيان رمزين لجمال ذلك العصر وكحل العين المميز وزلال العيون الزركاء الملكية وقد كانت المرأة المصرية تستخدم مادة الغالينة المصنوعة من النحاس وخام الرصاص ومادة المرمر المصنوعة من عجينة خضراء زاهية من معدن النحاس في تطبيقها على وجههم للحصول على اللونة أو توضيح المعالم كما كان يصنعون من مزيج اللوز المحروف والنحاس المؤكسد والرماض والرصاص والكحل لتزيين العينين على شكل اللوز